اشتركوا في القناة بعد ان احرز اللاعب علي سينا منفردي المركز الاول والميدالية الذهبية في بطولة العالم في وزن تحت 77 كيلو جرام ضمن منافسات بطولة العالم للجوجتسو والتي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجتسو في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الاماراتية ابو ظبي والتي تستمر منافساتها حتى يوم الجمعة الموافق الثاني عشر من نوفمبر الجاري كما رفع سموه بهذه المناسبة اسماءات التهاني والتبريكات الى صاحب السموه الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله والى سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة وقال سموه نعرب عن اعتزازنا الكبير بما حققه اللاعب علي منفردي وحصوله على المركز الاول والميدالية الذهبية في بطولة العالم للجوجتسو والذي يعد امتدادا لانجازات الجوجتسو البحرينية مما يعزز من المكانة المرموقة التي تحظى بها الرياضة البحرينية على خارطة الرياضة العالمية وذلك بفضل دعم ورعاية سيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حافظه الله ورعاه واهتمام صاحب السموه الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حافظه الله والجهود المميزة التي يبدلها سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حيث كان لذلك انعكاسات إيجابية واضحة ساهمت في تطور وارتقاء القطاع الرياضي ودفع الرياضيين للظهور بمستويات مشرفة وتحقيق الإنجازات في مختلف المشاركات واهن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للجوجتسو رضا إبراهيم منفردي وجميع أعضاء ومنتسبي الاتحاد بهذه النتيجة المشرفة مشيدا سموه بالمستوى الفني الكبير الذي قدمه لاعب المنتخب علي منفردي خلال منافسات هذه البطولة والذي عكس الاستعداد الزهني والفني القويين والإصرار على تقديم أفضل المستويات في هذه المشاركة الدولية وذلك لتحقيق هذه النتيجة المتميزة التي تضاف إلى سجل الجوجتسو البحرينية متمنيا سموه لرياضة الجوجتسو البحرينية مزيدا من التوفيق والنجاح وجاء فوز لاعب منتخبنا الوطني للجوجتسو على منفردي وحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم حيث فاز في نزاله الأول على اللاعب الإماراتي مهد العلقي وفاز في نزاله الثاني على منافسه الأوزباكستاني يانجي بو ياجنوف وتغلب في نزاله ربع النهائي على اللاعب الكندي شيهان مايكل وفي نزال الدور نصف النهائي تغلب منفردي على اللاعب المنغولي بات بايار ليتأهل لملاقات اللاعب الإسرائيلي ريدر نمرود حيث نجح منفردي من تحقيق الانتصار وإحراز المركز الأول والذي منح مملكة البحرين أولى الميداليات الذهبية في هذا الملتقى الرياضي العالمي وسيخوض المنتخب أربعة نزالات اثنان منها في وزن 69 كيلو جرام لللاعبين أحمد جناحي ومحمد أبو دريس واثنان منها في وزن 94 كيلو جرام لللاعبين أحمد العرادي وخالد فرج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر